لكن الآن الاستقبال لشهر رمضان امتزقت به أمور أخرى نفسية تتعلق بلياليه تتعلق بأسواقه تتعلق بأجوائه الاجتماعية إلى غير ذلك فأصبحت الرغبة فيه مختلطة بالرغبة الشبيهة بالأعياد والاحتفالات والمناسبات وغيرها يعني هل نحن محتاجون إلى برامج معينة ندرب فيها أنفسنا للتخلص من هذا الذي يمتزق مع الشوق إلى رمضان ونهيئ أنفسنا لما هو أفضل أحسنتم أيضا مما حصل في العصور المتأخرة أنه مع استبشار المسلمين بمقدم شهر رمضان وما علموه مما أودعه الله تبارك وتعالى فيه من بركات وخيرات فإن الأثر للأسف الشديد كان على خلاف الغاية والمخصود فإن الغاية من الصيام بلوغ التقوى لعلكم تتقون وهو صون للنفس من الرفث والفسوق ومن سيء الأخلاق وسيء الطباع وتزكي لهذه النفس إلى مراقل كمالات الإنسانية لا ريب أن هناك من العوامل التي تصرف المسلم عن هذه الغايات الشيء الكثير و لذلك فإن عليه أن يحذر عليه أن يختار لنفسه كيف يستطيع أن يستفيد من بركات شهر رمضان هل رحمات رمضان أودعت في اللهو و الاشتغال بالسفاسف و الإكثار من الطعام و الشراب و السهر سهر الليالي دون ذكر لله تبارك وتعالى و قضاء النهار في النوم و أن ينتظر المرء خروج شهر رمضان ليدخل بعد ذلك في بهجة العيد هل بهذا ينال ما أودعه الله تبارك وتعالى في رمضان من خيرات و نعم و هدى و رشد أو أن هذه رغم استبشار المجتمع بها و ما يحتف برمضان إلا أنها أمور فرعية هامشية لا يصح أن تشغله عما ينبغي له أن يوجه همته إليه من حسن الصيام و حسن العبادة لله تبارك وتعالى و تلاوة كتاب الله عز وجل و الإكثار من ذكره جل وعلا و تفقد أحوال المجتمع و تفقد أحوال الفقراء و المساكين و الجود بما تسمح به النفوس من الصدقات في وجوه البر و الإحسان و تدبر آيات الكتاب العزيز و صلة الأرحام و قيام الليل و قيام رمضان و ترقي عن فساد ذات البين بإصلاح العلاقات مع ذوي القربى و مع الجيران و مع سائر الناس و بالتزود بالعلم النافع إذن هذه هي الوسائل هذه هي الأمهات التي يجب على المسلم في رمضان أن يوجه همته إليها لا مانع من أن يأخذ بقدر ما يحتف بموسم رمضان من مثل هذه المناسبات لكنها أمر فرعي جانبي لا يصح بحال من الأحوال أن يصرفه عما هو موسم واحد و يأتي في السنة مرة واحدة كم من أناس كانوا يؤملون أن تطول بهم الأعمار حتى يتعرضوا لنفحات رمضان فقضى الله تبارك و تعالى بقطع أجالهم و كم من من سيشهد رمضان هذا يؤمل نفسه أن تأتي عليه أشهر رمضان قادمة و يقضي الله تبارك و تعالى أيضا بقطع أجله إذن لماذا يفوت العاقل هذه الفرصة الثمينة و يشتغل بما يصرفه عن العبادة و الطاعة و الاستسلام و الانقياد و الإنابة إلى الله تبارك و تعالى في موسم الخير و الرحمة هذا و يشتغل بهذه الأمور التي كما تقدم إن شغل بها قلبه و صرف إليها همته و ملأ بها عقله فإنه لن يجد لذة العبادة و لن يستشعر حلاوة الطاعة و لن يتلذذ بآيات الكتاب العزيز و لا بتدبر معانيها و لن يجد الدروس و العضاة التي أودعها الله عز وجل في الصيام نحن إذا رأينا في هدي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في شهر رمضان سنجد العابد الناسكة المتصدقة الجوادة الكريمة الذي يزداد في شهر رمضان في موسم الخير كما وصفه أصحابه بأنه كان أجود ما يكون في رمضان يزداد مدارسة لجبريل عليه السلام للقرآن الكريم في رمضان يبين لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذه اللطائف التي أودعها الله تبارك و تعالى لهم في شهر الصيام و لذلك نجد بعضهم عدى أكثر من خمسين حديثا صحيحا في فضل شهر رمضان و في فضل الصيام و لذلك في الحديث قال لو علمتم ما في رمضان من فضل لتمنيتم أن يكون سنة ليبين أن فضل رمضان مع ذلك لا يمكن أن يحصر إلى الحد الذي لو علم الناس ما أودع الله تبارك و تعالى فيه من فضل تمنوا أن يكون أن تكون السنة كلها رمضان و يكفينا أن الله تبارك و تعالى أودع فيه ليلة وصفها بقوله خير من ألف شهر أمدتها أمدتها